موسيقى رح نحكي عن نوع من أنواع الطحالب مدى تأثيره أو ما يسمى بيسيانو بكتيريا أو ما يسمى بيطحلب لسبيرولينا هذه الطحالب الخضراء المزرقة كتير من المشاهدين سمعوا عن إشي اسمه سبيرولينا وفي كتير ما سمعوش عن طحالب لسبيرولينا اليوم رح نحكي بإسهاب عن هذه الطحالب الرائعة وهي سر من أصر الله في هذا الكون رح نحكي عنها ونحكي عن لسبيرولينا بين قفص الاتهام وجهل المدعي ونشوف هذه الكائنات الدقيقة والكائنات الرائعة كيف سخرت لخدمة الإنسان بكل خلية من خلاياها نحكي عنها بالتفصيل فوائدها ونشوف بعض الادعاءات أو الاتهامات التي تسجل ضد السبيرولينا وكيف رد عليها بالرد العلمي أول شيء السبيرولينا هو غذاء المستقبل مش أنا اللي حكيت المنظمات الدولية هي التي تتحدث في مؤتمر عام 1774 منظمة الأمم المتحدة هي التي تحدثت أن السبيرولينا ممكن أن تكون غذاء المستقبل هو أو ما يسمى بسوبر فود أو غذاء رجال الفضاء في وكالة ناسا غذاء المستقبل السبيرولينا هي نوع من أنواع الطحالب عرفها الإنسان في القرن السادس عشر وجدت قبائل بأكملها تعيش على طحالب السبيرولينا كغذاء رئيسي بجانب الماء ومستمرة على قيد الحياة لعقود تعرف عليها العالم بشكل أكثر عن قرب في عام 1962 من خلال العالم الفرنسي وبدأت عشرات الأبحاث تقتحم هذا العالم هو عالم السبيرولينا بالرغم أنه هو تحلب لكن أنا بقول عنه عالم لما فيه من أسرار ما زلنا نبحث عن هذه الأسرار وبفضل الله كنت تقريبا أول باحث على مستوى الوطن العربي يقوم بدراسة حول طحالب السبيرولينا وراح نحكي هذا من ضمن الفوائد تبعتها أول شيء طحالب السبيرولينا تعيش عادة في المياه العذبة وهي طبعا أنواع متعددة ولكن أشهرها الأكثر استخداما في الطعام أو الغذاء أو في بعض الأحيان في العلاج والمتداول على مستوى العالم طحالب السبيرولينا بتأخذ ثانوكسيلكربون طلع الأكسوجين هي صديقة للبيئة غنية جدا بالبروتين تقريبا نسبة البروتين فيها من 55% إلى 70% من هذا الكائن هو عبارة عن بروتين تحتوي على دهون غير مشبعة منها جاما لينوليك أسد وهذا اللي له فوائد جمع على جسم الإنسان ويعتبر له دور أساسي في البروتا جلندين أيضا تحتوي على أكثر من 2000 إنزيم منه يتم تصنيعه في جسم الإنسان ومنه لا يستطيع تصنيعه في جسم الإنسان بنحكي عن إنزايم بنحكي عن العمليات الأيض لا تحدث إلا من خلال الإنزيمات أيضا بيحتوى على معظم الفيتامينات اللي لم يكن كل الفيتامينات والمعادن طبعا بنسبة مختلفة موجودة في طحالب السبيرولينا والأجمل من هذا أنه السبيرولينا البيئة شبعتها تعتبر قاعدي شو يعني قاعدي بعضه راح نحكي عنه بالتفصيل بيئة شبعتها 7.2 إلى 7.4 بمعنى أنه هي نفس درجة قاعدية جسم الإنسان جسم الإنسان يعتبر متعادل إلى قاعدي ضعيف وأيضا السبيرولينا بتحمل هذه الصفة الصفة القاعدية أيضا كل الأحماض الأمينية الأساسية والغير أساسية موجودة في طحالب السبيرولينا يعني إحنا هل بالفعل أمام نبات المستقبل أو أمام طحالب المستقبل أو أمام غذاء المستقبل حقيقة آه نعم طبعا كتير من المشاهدين راح يستغربوا من بالفعل هذا الكائن إلها كل هاي الفوائد ولش لا كتير من التعليقات اللي أنا كنت بقرأها على مدار السنوات اللي ضد مثلا موضوع السبيرولينا أو ربما بعض التهكم في هذه الطحالب ربما لأنه هم ما وصلوا إلى العلم بأنه الله سبحانه وتعالى يضع أسرار كثيرة جمّة في كائن أو في نبات واحد لذلك حتى العلماء المسلمين الأوائل ومنهم على رأسهم الرازي عندما كان يدرب تلاميذه في مجال الطب دائما كان يعلمهم ابدأ بالعلاج المفرد بمعنى مش شطارة أنه أنا أكوم أدوية أو أكوم نباتات أو أخلط نباتات كثيرة لمرض معين بل ربما نبات واحد يكون لديه القدرة على علاج عشرات الأمراض لذلك كانوا العلماء الأوائل يبدأون بالعلاج المفرد إيش هو العلاج المفرد؟ واستخدام النبات الواحد بعدة طرق سواء كان على شكل مصحوق أو على شكل مستخلص أو على شكل زيت إلى آخرية حسب طريقة الاستخدام فبالفعل تحلب لسبيرولينا الذي يحتوي على كم الكبير من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية الغير مشبعة يكون له دور في تغذية الإنسان ربما تصل إلى مرحلة العلاج الآن الأصل هو التغذية إذا كان هناك تغذية سليمة معناته هناك مناعة قوية معناته ما في أمراض طيب تعالوا نشوف الدراسات إن عملت على تحالب لسبيرولينا وعلاقتها بالشفاء من الأمراض أول شيء يعني نبدأ بأصعب مرض وهو السرطان معروف إنه مرض السرطان وعبارة عن تشوه في الخلية تحديدا في الـ DNA تمام؟ وتبدأ الخلية مشوهة ويحدث انقصامات عشوائية إلى آخرية فلاقوا إنه من خلال الدراسات إنه تحالب لسبيرولينا لها القدرة على عادة ترميم الـ DNA في الخلية ولها القدرة على استشفاء الخلية المشوهة أو الخلية المريضة لكي تصبح خلية قوية إذن لسبيرولينا تعتبر مضاد لمرض السرطان بغض النظر عن إيش نوع السرطان في الآخر الفكرة واحدة أيضا لسبيرولينا بمكوناتها بفيتاميناتها ومعادنها ومكوناتها الأساسية والكلوروفيل الموجود فيه والمواد الصبغية الموجودة فيه لسبيرولينا لديها القدرة أن تعتبر أقوى مضادات الأكسدة شو يعني مضاد أكسدة؟ يعني لديه القدرة على محاربة جزيئات الحرة شو يعني جزيئات حرة؟ يعني هاي الجزيئات لفري راديكال هي التي تهاجم الخلايا السليمة وتسبب الأمراض ابتداء من الرشح انتهاء بالسرطان بما أنه هاي الطحالب راح تعمل على تقوية جهاز المناعة إذن تلقائيا راح تكون مكافحة لمعظم الأمراض اللي احنا بنسمع عنها واللي راح نسمع عنها في المستقبل لذلك ما تستهينوا في كائن زي السبيرولينا وانه احنا نقول انه معقول راح يساعدنا في شفاء كثيم الأمراض ولما لا؟ ليش لا؟ لأنه سبحان الله كل منطقة في العالم الله سبحانه وتعالى سخر لها نباتاتها وكائناتها التي تستطيع شفاء أهل المنطقة واليوم طالما العالم أصبح قرية صغيرة فيمكن تداول هذه المواد الطبيعية حول العالم انطلاقا من قول أبو قراط فليكن غذاء كدواءك وعالجوا كل مريض بنبات أرضه فهو أجلبوا لشفائه لذلك اليوم الحمد لله السبيرولينا تزرع على مستوى العالم بأحواض ولها طرق معينة في الزراعة وطرق الاستخلاص والحمد لله حتى أنا زرت ماليزيا لشركة عالمية شركة DXN وهي تقوم بزراعة السبيرولينا وطلعنا على الأحواض التي تزرع فيها السبيرولينا وكوني متخصص حقيقة في دراسة السبيرولينا والتعمق في هذا الكائن من ناحية كزراعة ومن ناحية تغذوية وهناك يعني مساحات واسعة من مزارع السبيرولينا والتي يمكن أن تقدم للإنسان كغذاء ومش بس الإنسان كائنات الحية كلها أيضا اليابان تنتشر بالسبيرولينا أمريكا وغيرها من دول العالم موجود السبيرولينا على أشكاله المختلفة وزي ما قلنا هو يعتبر كغذاء كما كان في السابق أيضا وجدوا أنه السبيرولينا لديه القدرة على تخلص الجسم من السموم اللي هو المعادن الثقيلة من خلال دراسات إن عملت في أماكن أصيب سكانها بالسموم وطبعا إحنا السموم موجودة في كل مكان يعني طول اليوم إحنا نصنشق سموم عوادم السيارات سموم عوادم المصانع سموم السجائر سموم كل هذه السموم تدخل أجسادنا فبتيجي السبيرولينا لديها القدرة على أن تفلتر الجسم من هذه السموم وتخرجها السبيرولينا تطهر الكبد والكلة من السموم العالقة فيها أيضا السبيرولينا لديها القدرة على تخفيض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم كما أنه تعتبر غذاء رائع سواء للأطفال سواء للمرأة الحامل سواء لكبار السن لأنه زي ما قلنا بتحتوى على الكم الكبير من الفيتامينات والمعادن بكميات كبيرة إذن جسم الإنسان على مراحل العمر المختلفة هو بحاجة إلى هذه المركبات والمكونات حقيقة الدراسة التي أجريناها في موضوع السبيرولينا كانت لمقارنة بين مجموعة من الأطفال 30 طفل هذول كان عندهم سوء تغذية 60 طفل جبنا 60 طفل عندهم سوء تغذية بمعنى أنه الوزن عندهم أقل من الوزن الطبيعي الطول عندهم أقل من الطول الطبيعي وأيضا كان عندهم مشكلة بفقر الدم فقسمنا 60 طفل إلى مجموعتين 30 و30 30 طفل ظلينا ماشيين محهم على البروتوكول العلاج للمدة 4 شهور طبعا مجموعة أدناهم العلاج اللي بياخدوه اللي هو المكملات الغذائية المصنعة سواء الأدوية التي تعطى كمكمل غذائي على شكل فيتامينات وحديد وإلى آخره والمجموعة الثالثة اكتفينا أنه احنا نعطيهم فقط تقريبا أربعة جرام من ثلاثة إلى أربعة جرام سبايرولينا يوميا فخلال الدراسة اللي دامت أربع شهور وجدنا العجب العجاب حتى حقيقة بعض الأطباء وهذه التجربة أجريت في جمعية أرض الإنسان بعض الأطباء اللي كانوا مشرفين معنا على هذه الدراسة يعني كانوا مش مقتنعين أنه هذه التحالب يعني إحنا نعطيهم ثلاث أنواع أدوية ويدوب يتحسنوا بهاي العلبة الصغيرة اللي فيها تحالب سبايرولينا بدها تحسن الطول والوزن والمشاكل الصحية اللي عندهم وهنا كانت المفاجأة أنه بفضل الله بعد انتهاء الدراسة وجدنا المجموعة اللي أخذت طحالب سبايرولينا الوزن عندهم تحسن الطول عندهم تحسن ومستوى الحديد عندهم تحسن يعني ما في عندهم أنيميا وبدأ مستوى الحديد يصير طبيعي ولقينا ملاحظات جديدة لم تكن يعني في الحسبان في الدراسة وهي أنه معظم الأطفال كان عندهم ارتفاع في وقريات الدم البيضة يعني كان عندهم التهاب ولكن التحديد الناس لديناهم سبايرولينا لقينا أنه قريات الدم البيضة بدأت تنخفض لعند مصارة طبيعية بمعنى أنه جهاز المناعة عندهم أصبح قوي هذا اللي ما لقناهوش في المكملات الغذائية المصنعة بمعنى أنه طحالب الاسبايرولينا ما حلت لي بس مشكلة الوزن والطول وسوق التغذية كمان حلت لي ومش بس كمان حلت لي فقر الدم كمان حلت لي مشكلة أنه صار عندنا أطفال عندهم جهاز مناعة قوي وهذه كانت مدعاة أنه ممكن يكون غزاء الاسبايرولينا أو طحالب الاسبايرولينا غزاء المستقبل عندنا كمان في فلسطين نتيجة الحصار وبعض الأحيان عدم دخول الأدوية بإمكاننا نزرع الاسبايرولينا وبالفعل يعني نحاول استزرع الاسبايرولينا وتربيتها في أحواض بحيث أنه يكون كنوع من الإنتاج المحلي أيضا الاسبايرولينا زي ما قلنا هي مهمة جدا كمان لرياضيين لأنه بيحتاج الفيتامينات والمعادن زي ما قلنا هي تحتوي على معظم الفيتامينات وبكميات كبيرة حسب نوع الفيتامين أيضا مفيدة في الناس اللي عندها مشاكل بالعظم كمان ممكن تناول الاسبايرولينا طيب قديش إحنا ممكن ناخد الاسبايرولينا يعني كم جرام ممكن نبدأ من واحد جرام يعني في دراسات أجريت على ناس تناولوا واحد جرام صار عندهم تحسن كبير في حالتهم الصحية ممكن ناخد لعند عشر جرام ما في مشكلة لأنه في الآخر زي ما قلنا لا يصنف كعلاج لكن الجرعة المتوسطة خمسة جرام بمعنى ملعقة صغيرة إذا كنا بناخد بودرة طيب لو إحنا بنا نتناول الاسبايرولينا وكتيش ممكن ناخدها الأفضل طبعا ناخدها على معظة فاضية حتى يزيد عنا نسبة الامتصاص وهنا في ميزة جميلة جدا سبحان الله في طحالب الاسبايرولينا إنه كل المكونات هذه عادة بيصلها امتصاص بنسبة 95% بعكس الأغذية الأخرى الامتصاص الصباحها بيكون بطيء كمان الاسبايرولينا ليس لها أثار جانبية إلا الناس اللي عندهم حساسية من الطحالب وهذه حالة طبيعية زي اللي عنده حساسية من الموز ولكن في بعض الأحيان بيلاقي إنه بعض الأقوال إنه بيحزروا من الاسبايرولينا لبعض أنواع من المرض وضعا أنا اللي بدي أحكي فيه بشكل تفصيلي على سبيل المثال إنه مريض الكلة ممنوع يأكل أو ممنوع ياخد السبايرولينا لأنه بروتين عالي وراح يأثر على الكلة وهذا الكلام مردود عليه لسبب بسيط جدا الآن إحنا قلنا نسبة البروتين في الاسبايرولينا من خمسة وخمسين لسبعين في المية طيب الآن كمريض كلا أو شخص مش لازم يأخد كمية عالية من البروتين هو فعليا جرعة الاسبايرولينا اليومية قدش خمسة جرام يعني خمسة جرام يعني كم راح يكون في الخمسة جرام بروتين يعني العشرة جرام راح يكون فيهم قدش سبعة جرام طيب والخمسة جرام قدش راح يكون فيهم ثلاثة ونصف جرام مثلا بروتين بينما إحنا بنعرف إنه الإنسان الطبيعي لكل كيلو جرام من جسمه بيحتاج سبعة من عشرة جرام بروتين يعني فعليا هو ما أخدش مية جرام عشان نقول إنه هو وصل للحد الأعلى ونحذر من هذا الموضوع بالعكس لذلك هي آمنة لمريض الكلة بدون أي مشاكل بالعكس راح تفيده راح تفيده في طنقية السموم الموجودة في الكبد والكلة وكل الجسم أيضا في قضية مهمة جدا في هذا الموضوع هو موضوع مرضى الثلاثيمية زي ما احنا عارفين مرضى الثلاثيمية لازم مستوى الحديد يكون عندهم ما يعلاش كتير بالذات إذا كان عنده نقص في الهوموغلوبين راح يرتفع مستوى الحديد وارتفاع مستوى الحديد في الجسم له تأثيراته السلبية على مريض الثلاثيمية لكن في هذه الحالة برضو بدنا نطمن مريض الثلاثيمية أنه بإمكانه تناول السبيرولينا الخمسة جرام بشكل آمن جدا لأنه وهنا في يعني سبحان الله يعني وهي من خلال المتابعة أنه السبيرولينا هي مادة طبيعية يعني من صنع الله والإنسان من صنع الله السبيرولينا مش بس فيها حديد نسبة عالية لا فيها حديد وفيها كالسيوم وفيها فيتامينات أخرى والسبيرولينا عندما تدخل الجسم تتعامل معه بإنسيابية بمعنى بيحدث انسجام ما بين الجسم وبين السبيرولينا بده حديد زيادة باخد حديد بده حديد أجال واحنا عارفين انه الكالسيوم ايش بعمل بمنع انتصاص الحديد فبيبدأ ايش يشتغل الكالسيوم وبيدي الجسم الاحتياج تابعه من الحديد والباقي بينزل من الجسم بمعنى انه حتى مريض الثلاثيمية بإمكانه تناول الخمسة جرام من السبيرولينا بشكل آمن لذلك موضوع التحذير من طحالب السبيرولينا بعض احيان بكون مبالغ فيه وبرجع تاني بقول انه وين المشكلة انه يكون في عندي نوع من النباتات او نوع من الطحالب انه لديه القدرة على انه يساعد في علاج كثير من الامراض هل هذا هو الانتقاد انه في عندنا كائن او في عندنا نبات لديه القدرة وين المشكلة يعني زي ما قلنا الاصل هو العلاج المفرد وهنشوف كمان انه السبيرولينا او بعض المحاذير البحاذر من السبيرولينا ممكن نرد عليهم ان شاء الله معنا اتصال ابو احمد من الصراط نرجع تاني لصدقتنا السبيرولينا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله بس ياريت بس توطي التلفزيون عشان اسمعك من الترفاق الله اعطيك راسة دكتورنا الله يرضى عنك الله يباريك اول حاج انا بشكرك كتير كتير عن برنامجة في الحلو الطيب حياك الله البناء وانا طبعا المجهداتك اتصال 20 كيلو بس اللي عندك تؤال بدي اتصالك اياه عبر الهواء تفضل دكتورنا انا قلت انه شهور ما اكلتش السكر ولا مشتقاته ولا جربت عليه ولا اي انواع بسكر ولا الخبز الابيض يعني السكر ما قضبتش عليه تلقائيا ولا حاجر عليه اربع شهور في ضرر هيك عدتسمي ولا ما فيش ضرر ده بأس ان شاء الله نجيبك ان شاء الله والسؤال الثاني ده سلاكياب ده غلبك ايش افضل مشروب اللي بروق تضخم لبرستاتا ولا يهمك ان شاء الله نجيبك تحياتنا اليك طيب اذا ايضا يعني بعض الاسئلة اللي كانت تدور حول السبيرينا انه السبيرينا يقال انها تستخدم في انقاص الوزن وكيف انها تستخدم في زيادة الوزن اول اشي السبيرينا هي عبارة عن غذاء متكامل عشان يقولنا انه في يعني ناس كانوا عايشين اصلا عن السبيرينا كغذاء يعني الغذاء الاساسي الان السبيرينا اللي احتوائها على القيم الغذائية الكاملة وكل 100 جرام تقريبا فيها 290 كالو كالوري لو انا تناولت السبيرينا كوجبة او خلنا نقول قبل الاكل راح اشعر بحالة من الاشباع ليش لانه اخدت المصادر الغذائية او المغذيات اللي ممكن يحتاجها جسمي تمام وفي نفس الوقت في نفس الوقت اذا انا نظمت اكلي لكن ما بنفع ااخد السبيرينا واكل عادي خلاص مش هيصير انقاص وزن لكن السبيرينا كمكمل غذائي هي تعتبر كتير ممتازة للناس اللي بعملوا حمية ولكن مش هي اللي راح اتضاعف هي راح تمدك بما ربما ينقصك اثناء النظام الغذائي وبنفس الوقت نتيجة احتوائها على الكميات الكبيرة من الاحماض الامينية والاحماض الدهنية والبروتينات والاخري هي ايضا تعتبر غذاء جيد للناس الضعاف لانه عادة الشخص الضعيف هو ما بيجع باله الاكل هو بده كمية قليلة بفائدة عالية لانه دائما الناس اللي نحاف احنا بندور على النوع وليس على الكمية لذلك هتفيد التنين زي موضوع المية الماء امساك بيشرب مية ليش عشان الماء ملين والماء اسهال يشرب مية عشان ما يصريش معه جفاف يعني ممكن استخدام الغذاء الواحد لمشكلتين عكس بعض زي الرياضة الرياضة اللي بده يضعف بلعب رياضة واللي بده ينصح كمان بلعب رياضة تمام فهذا برضو يعني رد بسيط على هذا الموضوع اذا وهناك تجربة اجريت وانا كنت مشرف على هذه التجربة دخلنا الاسبايروينة الاسبايروينة كانت الاساس في الغذاء مع بعض الاضافات وعطينا فقط الاسبايروينة مع الاضافات البسيطة لثلاث اشخاص فقط على مدار اليوم مع الماء خمسة ايام كانوا بمارسوا حياتهم عادي جدا وبيشتغلوا واجرينا تحليل لهم قبل وبعد التجربة وكانوا ب يعني اوج النشاط وهذه احنا تجربة عملناها لذلك لما نتحدث عن الاسبايروينة احنا بالفعل امام هذه التحالب الرائعة التي تحتوي على الكم الكبير والهائل من الفوائد الصحية اتمنى انه اي شخص بامكانه ان يحصل على الاسبايروينة ان تكون جزء من غذاء اليومي ولا علمكم في اوروبا في فرنسا تحديدا دائما كل واحد بمشي وعادة وفي جيبته علبة سبايرولينا سواء على شكل حبوب على شكل بودرة وممكن ندخلها بالاكل طيب هنيجي للسؤال المهم انه في بعض المنتجات موجودة فيها السبايرولينا على سبيل المثال ممكن لقيها في الماكارونا ممكن اللاقيها في الشوكولاتة ممكن اللاقيها في بعض المعجنات طيب لان درجة الحرارة هاي مش راح تأثر على المكونات تبعتها حسب المدة يعني انا قديش عرضت هاي الطحالب لدرجة الحرارة بتلعب دور لكن بشكل عام اثناء التصنيع وادخالها في المنتجات الغذائية فنكون عاملين احساباتنا كويس ان احنا نحافظ على كل المكونات اللي داخل في طحالب السبايرولينا عشان ممكن يلاقيها ب اشكال مختلفة كغزاء تمام وممكن ندخلها احنا السبايرولينا في اكلنا سواء في الصلطة سواء في ممكن ندخلها مع العصار الطبيعية ممكن ندخلها مع اي اكل ممكن نحبه ندخل فيها السبايرولينا انا شخصيا متعود على السبايرولينا وان كان كتير من ناس ربما لونها لانه لونها الاخضر ورائحتها النفاذة هاي بتخلي الناس ما تلجأ لها ولكن اللي بيعرف قيمتها وبيعرف هذا الشيء قديش راح يعود فائدة لجسمي مش راح يتخلى عنها وراح بالفعل تكون غزاؤه او على الاقل يدخلها في غزاؤه اليومي اذا مش عندي مشكلة عشان ما يصير عندي مشكلة واليوم الكثير زي ما قلنا من الدول قاعدة تنتج سبايرو رينا وبتجاهز حالها انه هذا الكائن السبايرو رينا يكون بديل عن كثير من الاكل الاسف اللي احنا بنفقد فيه المغزيات الاساسية لانه اكلنا معظم صار مصنع وعديم القيم الغزائية نتيجة استخدام الدهون المهضرجة والاغذية المصنعة بشكل كبير يمكن انا يعني قدرت اجمع اكبر قدر من اوجزنا الفوائد لسبايرولينا بجانب انه كانت اكتر مشكلتين يثاروا في موضوع لسبايرولينا موضوع مرضى ثلاثيم موضوع الناس اللي عندها مشاكل في الكلاء وردين عليهم وموضوع الاغذية اللي بتدخل فيها لسبايرولينا وموضوع الاستهزاء بعض الاحيان في طحال لسبايرولينا وانا شفته يعني خلال دراستي لكن لما كانت النتائج ابهرت الجميع وكانت نتائج رائعة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر